يعني انا بحدد كمان رسم البطرون والتصميم ده برضو بحسبه من ضمن المنتج وقص خطوط الانتاج وتشغيل وتحديد اجور العمال سواء بالقطع او بالزمن يبقى انا كل اللي بيدخل فيه صناعة السلعة او المنتج بحسبه تاني حاجة هناخد ما هي الاسس الواجب مراعاتها عند عمل مؤيسة لاي نوع من انواع الملبس يعني ازاي فيه اسس بتتباحها لازم اعرفها بالتفصيل عشان اعرف ازاي احسب المؤيسة بتاعتي لاي نوع من انواع الملبس يعني اي منتجات الملبس اللي بنتجها ايه هي الخطوات اللي انا بتتباحها او الاسس اللي انا بتتباحها تعالي نشوفها مع بعض اول حاجة تحديد التصميم او الموديل المروض تنفيذ يعني ايه يعني انا بحدد الموديل او التصميم يعني بختاري الاول الموديل او التصميم اللي انا هيتم تنفيذه للمؤيسة تاني حاجة تحديد كمية القماش المناسب للموديل ونوعه ولونه وتمنه يعني اول تاني حاجة انا بشوف كمية القماش الموديل ده بعد ما انا اخترت الموديل وبدأت ارسم له البطرون بتاعه بعرف من خلال التعشيب ان انا هاخد قد ايه قماش فما بيق بحدد كمية القماش بتاعتي اللي انا هاخدها للموديل ده سواء متر ونص مترين حسب الكمية المطلوب بعد كده بحدد من خلال كمية القماش سعر القماش لان انا اخترت القماش واخترت لونه ونوعه فبحدد بعد كده سعر القماش اللي انا هنفذ به الموديل ده تالت حاجة تحديد كميات واسمان الخامات المساعدة اللازمة لاتمام الكمية المطلوب يعني بشوف الموديل ده هيحتاج خامات مساعدة ايه سواء زراير احزمة اكسسوارات طبعا اساسي عندي هي الخيوط لان انا من غير الخيوط مش هعرف ايه اعمل المنتج فبحسب الخامات الاساسية اللي هي القماش تاني حاجة الخامات المساعدة اللي دخلها في تصنيع المنتج زي الاكسسوارات الزراير الابليكات فازلين كل ده بقول ان انا هحتاج قد ايه كمية قد ايه من كل حاجة من دي ولازم اعرف احدد بالزبط الخامات المساعدة ايه اللي هتدخل في تصنيع المنتج حسب الموديل اللي انا مختاره هنكمل مع بعض بعد كده عندي حساب جور التشغيل للانتاج سواء باليومية حسب الماكينات والاجهزة المختلفة واستهلاك الكهرباء يعني بشوف الايه الموديل اللي قدامي دوت هياخد محتاج ماكينات ايه يعني محتاج ماكينات طبعا ماكينة السنجر اساسي طب ايه مع ماكينة السنجر ماكينة الاوفر طب مع ماكينة الاوفر يبقى اني عندي ماكينة سنجر ماكينة اوفر هحتاج ماكينة عراوي لو انا في البلوزة او الموديل فيه عراوي هحتاج ماكينة زراير لو انا هركب زراير ممكن محتاجش ولا عراوي ولا زراير هحتاج مثلا ماكينة تركيب السوستة ممكن يكون محتاج تماكنة الأستك يبقى كل ده أنا بشوف الماكينات اللي دخلها في تصنيع المنتج وبحسب الأجور بتاعة العمال سواء العمال ده هشتغلوا ورديات أو هشتغلوا بالساعة لازم أكون حسب الأجور بتاعتهم والقهرباء اللي هستهلكها كل مكنة في الوقت اللي هتشتغل في تصنيع المنتج ده طبعا حساب المصاريف المتغيرة لو حصل عطلة في الماكينات حصل عطلة في الكهرباء الفترة اللي أنا هشتغل فيها في الوردية الأعطال دي أصرت عليها فبقت بدل موردية بقت 8 ساعات بقت 10 ساعات كل ده أنا بحسبه في حساب المصاريف المتغيرة يبقى أنا كده بشوف الأسس بتاعتي اللي أنا بشتغل عليها هي الأسس إزاي أحسب المؤيسة عشان أقدر أطلع المؤيسة مزبوطة تاني حاجة بيقول لي ما هي العوامل التي يتوقف عليها حساب التكلفة الإجمالية للسلع مع شرح واحد يعني إيه هي العوامل اللي بيتوقف علي حساب التكلفة الإجمالية للسلع يعني إزاي أحسب التكلفة الإجمالية للسلع دعا نشوفها مع بعض كده اول حاجة التصميم ثانيا المقاسات المقاسات ثالثا الخامس طبعا التصميم اللي هو الموديل اللي انا عشتغل عليه سواء فستان جونيلا جيبة بانطلون لبس مدرسة كل ده بقى هو ده التصميم اللي انا عشتغل عليه باول حاجة بشوف ايه التصميم ثانيا المقاسات طبعا احنا عندنا المقاسات بتختلف حسب نوعية الجسم يعني ممكن يكون السن بتاع الطفل مثلا سن 12 سنة لكن بيلبس من ايه 14 سنة فاحنا عندنا المقاسات بتختلف بتبقى مقاسات دايما ما باجي احسبها من جدول المقاسات بلاقي دايما ان من 12 ل 14 ده اول مقاس بعد كده من 15 ل 18 ده تاني مقاسي انا بحشوف المقاسات اللي اشتغل عليها الاول قبل ما اعمل ايه قبل ما ابدأ ارسم البطرون بتاعي تالت حاجة بنقول عليها الخامات ايه هي الخامات اللي هتدخل في تصنيع المنتج ده يعني ايه الخامة المناسبة لتصنيع المنتج يعني لو هعمل ملابس مدارس زي مدرسة يبقى انا فيه خامات خاصة بزي المدرس يعني دايما بيبقى البنطلون او الجيبة او الدريل بيبقى من القماش الكتان او الجبردين او ايه او الترجال القميس اللي بيتلبس دي اما بيبقى من اللي ينوم لقي عشان ما يسهل غسيله وفي نفس الوقت انه هو بيبقى ايه بيبقى طريق على جسم الاطفال لو انا هيلبسوا تشيرتات يبقى التشيرتات بتبقى كطن بتبقى فيها نسبة متطيع يبقى لازم اعرف التصميم واعرف المقاسات اللي هشتغل عليها ايه واعرف الخامة اللي انا هشتريها ايه تعالوا مع بعض بقى نشوف كواحدة واحدة بالتفصيل كده اول حاجة هنتكلم عن التصميم بقول التصميم هو ايه هو الشكل النهائي الذي يجب ان يلتزم به المنتج لتنفيذه اي نوع من انواع الملبس يعني انا التصميم اللي قدامي ده لازم اكون التزم بي يعني هو ده التصميم اللي مطلوب تنفيذه يبقى لازم التزم بكل تفاصيل التصميم سواء الفستاني اللي قدامي ده فيه مرد من الامام فيه اتنين جيوب فيه قصة في الوسط فيه كورنيش يبقى انا التزم بالتصميم اللي قدامي ده بنفس تفاصيله بنفس حتى الخامة اللي هو مطلوبة به يبقى انا لازم التزم بالشكل النهائي من التصميم وقلنا ان هو ده اللي هو هيتم ايه تنفيذه حسب انواع الملبس بيشمل التصميم ايه بقى بيشمل التصميم اول حاجة الموديل يعني الموديل اللي انا عشتغل عليه تاني حاجة نوع الخامة المناسبة للتصميم يعني لازم بعد ما اشوف الموديل اشوف ايه هي الخامة اللي هتناسب الموديل ده فيه في تنفيذه يعني لازم يكون الخامة مناسبة يعني ما ينفعش ان انا اختار خامة ايه ما ينفعش فيها التصميم زي ايه زي دلوقتي لما يجي اعمل فستان صوريه هيبقى الفستان دوت مطلوب منه ان انا ننفزه في اقمشة صوريه يعني يبقى فيه جبير او دونتيل او ستين هو ده اللي ايه او شيفون يبقى ده انا بقول ده بيستخدم في ايه في الاقمشة الصوريه لكن انا هعمل تيير تيير بتاع عملي يبقى التيير ده المفروض ان هو القمش بتاعه يبقى من خامة ايه اه سميكة او مسكة نفسها بحيث ان هي ما تبقى الساقة تبقى ايه خامة عملية للعمل اللي هتكون به السيدة اه فببتبقى القمش بتاعه اما بيبقى جابردين او ترجال او ايه او روزالين اه او ممكن انه يبقى من الجنس يبقى الخامة اللي انا بختارها بختارها حسب الموديل اللي قدامي لما ايجي اعمل زي مدرسي لازم يكون القمش بتاعه زي المدرسة مناسب للايه للمكان اللي هيكون فيه الطالب او الطالبة هي هيلبسوه لان احنا عندنا زي المدرسة بيبقى محتاج غسيل محتاج كوة تحمل على الفترة اللي هيقعد فيها الطفل فترة طويلة فبيبقى الخامة اللي بختارها تكون خامة مناسبة يبقى انا لك اختيار الخامة حسب الموديل ده مهم جدا تاني حاجة هنتكلم عنها بنقول نوع الخامة المناسبة للتصميم ده قلناه تالت حاجة الالوان المناسبة او المطلوبة يعني انا حسب الموديل بختار اللون وممكن يكون اللون متحدد لي فبنا بختار ايه اللون اللي متحدد للموديل وممكن انا ما يكونش اللون متحدد فانا بختار ايه هو اللون المناسب او المطلوب لتنفيذ الموديل ده ويكون الموديل مطابق اللون مطابق للموديل يعني ما يكونش الموديل هتعمل فيه عقمشة غمقة وعملها في فقماش فاتح لازم اكون مختارة اللون حسب ايه حسب التصميم اللي قدين بعد كده باتكلم على عروض الاقمشة المختلفة المطلوبة للتنفيذ طبعا انا بعد ما بختار الموديل بختار الخامة بشوف عرض القماش ايه احنا عارفين ان عروض القماش بتختلف حسب ايه حسب نوحة يعني بيبقى فيه عرض بيبدأ من 150 في عرض 90 في عرض 120 في عرض 130 في عرض 70 دي حسب ايه حسب نوع القماش وحسب الخامة بتاعته فانا لما بشوف عرض القماش بقدر احدث كمية القماش المطلوبة لتنفيذ الموديل لان انا دلوقتي لما يكون عرض القماش 150 هيبقى الموديل مثلا مش هياخد قماش كتير لكن لو هو عرض 70 هياخد قماش كتير لان انا بحسب الطول مرتين خمس حاجة الخامات المساعدة المطلوبة للتصميم واحنا بنقول الخامات المساعدة اللي هي الخامات اللي دقلة في تصنيع الموديل احنا عندنا الخامات الخامة المساعدة اللي بتبقى ثبتة عندي هي الخيوط لان انا بدون الخيوط مش هقدر اشغل الماكينات وخيل بعد كده بقى بحط ايه الاضافات اللي هي بتبقى موجودة في الموديل اللي هي بقولون عليها الاكسسوارات زي الزرائر زي السوسة الفزلين ايه الابليكات دي الحاجات اللي بتبقى اضافية اللي بحطها في المنتج وبقول عليها خامات مساعدة لتزيين المنتج ثانيا هنتكلم على المقاسات واحنا قلنا المقاسات مهمة جدا جدا لان انا اختيار المقاسات هو تحديد المقاسات هو مهم قوي انا هعمل الموديل ده لمقاسات ايه وازاي احدد المقاس يعني انا ببقى عندي مقاسات الاطفال ببقى عندي جدول المقاسات وبختار من جدول المقاسات المقاسات المناسبة ببقى بعمل الموديل بينسب كل مرحلة من مراحل السن يعني حسب المقاس فيه مقاس 2 فيه مقاس 3 فيه مقاس 4 فيه مقاس 32 فيه مقاس 34 فيه مقاس 36 فأنا عارفة أن المقاس مثلا هو 32 بيلبس من 16 لغاية 18 سنة فأنا بحسب المقاسات لأن النمرة المقاسات دي مهمة جدا وبيختلف النمرة من النمرة يعني مقاس 32 مايلبس مقاس 34 فلازم أحدد المقاسات قبل ما اشتغل فيه رسم البطرون تعالوا نشوف إزاي أحدد المقاسات بتاعتي أول حاجة هنقول ثانيا المقاسات هي النمرة القياسية التي تقوم على أساسها الانتاج وفق مقاسات طولية وعرضية للأجسام متفق عليها بين جميع المصانع وتبقى من مقياس التوحيد القياسي يبقى أنا بتتبع هنا جدول المقاسات اللي أشتغل عليه حسب المقاسات القياسية الموحدة اللي إحنا بنشتغل عليه هو جدول المقاسات سواء للأطفال أو للسيدات أو للرجال ثالثا الخامات طبعا أنا عندي خامات أساسية وخامات مساعدة الخامات الأساسية اللي هي الأقمشة الخامات المساعدة اللي هي الخيوط والسوسط والزرائر والأبليكات الفازلين كل ده اللي هو بقول عليها خامات إيه مساعدة هنتكلم عن كل واحدة بالتفصيل أول حاجة هنتكلم عن الخامات الأساسية إيه هي أنواع الأقمشة اللي ممكن أستخدمها أو الموجودة أو اللي أنا لازم أبقى عندي خلفية عنها عشان أعرف أستخدم إيه للمنتج اللي أنا هنفزه طبعا الأقمشة بأنواحها المختلفة زي إيه؟ زي القطن، عندي الصوف، عندي الحرير، عندي الكتان، التيل، الأقمشة، التريجو يبقى هنا أنواع الأقمشة الأساسية أو الخامات الأساسية اللي هي إيه؟ الأقمشة بأنواحها المختلفة زي إيه؟ زي القطن والصوف والحرير والكتان والتيل والأقمشة التريجو دي بقول عليها خامات أساسية بل الخامات الأساسية هي إيه؟ هي الأقمشة بأنواحها المختلفة ولازم أعرف أنواع الأقمشة عشان أقدر أحدد نوع القمشة اللي يناسب للمنتج اللي أنا نفزه تاني حاجة الخامات المساعدة واللي احنا بنقول عليها اللي هي البطانات الخيوط المقصات المزورة الفزلين الزراير كل دي بقول عليها خامات مساعدة لكن عندي حاجة أساسية اللي هي بقول عليها هي الخيوط لان الخيوط دي هي اول حاجة بستخدمها في صناعة المنتج لان بدون الخيوط مش هقدر اشغل المكان وخيط الخامات المساعدة هي خامات مساعدة تدخل في تنفيذ الملابس والتي بدونها لا يشكل الانتاج يعني من غير الخامات المساعدة دي مش هيبقى للمنتج شكل ومنها ما يستخدم كنوم من ايه؟ من الحليات زي الزراير وزي الأبليكات وزي السسط زي يبقى عندي القيوط بأنواحها طبعا عندي قيوط كتنية عندي قيوط حرير الجالون والأشرطة، الأزرار بأنواحها، الضنطيل والركامة، السوسط، الأستيك، الحشوات المختلفة، البطونات، القبلتات وفيه الأبليكات وفيه الجبونيت كل دي بقول عليها خامات مساعدة بتدخل في صناعة المنتج لتجميل المنتج ومن غيرها ممكن ما قدرش أنفذ المنتج أو المنتج مبقاش لي شكل جمالي في نهاية نهاية تصنيع عندي بعد كده إكسسوارات مختلفة زي الترتر والخرز واللولي والأحجار المختلفة لأغراض الزخرفة والتطريز والكوبش والكبسون هناخد بقى الآخر حاجة بنكلم عليه هنقول إيه؟ ما هي مواصفات التصميم؟ يعني إيه هي مواصفات التصميم؟ التصميم بتاعي ده دي مواصفات؟ آه طبعاً دي مواصفات؟ إيه هي المواصفات المطلوبة في التصميم؟ عشان أقول إن ده تصميم أقدر نفذه أو تصميم إيه؟ صعب تنفيذه تعالوا نشوفها مع بعدي كده أولاً مواصفات التصميم من حيث الأجزاء المكونة له يعني أنا لازم أكون عارف الأجزاء بتاعة الموديل اللي قدامي عشان أقدر أنفذه يعني إيه؟ يعني الموديل ده متكون من كام قطعة؟ وفيه إيه هي؟ إيه الأجزاء اللي هتعمل له بطرون ليها؟ والبطرون مثلاً في الأمام كم قطعة؟ والخلف كم قطعة؟ الكم قطعة واحدة ولا قطعتين؟ كم قصير ولا كم طويل؟ كل دي بقول عليها إيه؟ مواصفات التصميم من حيث الأجزاء المكونة إيه؟ لهم ثانياً عندي مواصفات من حيث الشكل العامل التصميم يعني التصميم هيطلع شكله إيه؟ يعني بعد ما جمع الأجزاء بتاعته دي شكله النهائي هيبقى شكله إيه؟ هناخد بقى كل واحدة بالتفصيل هنتكلم على أولا مواصفات التصميم حيثه الأجزاء المكونة له طبعا احنا عارفين أن الأجزاء بتاعة الموديل بتبقى عبارة عن مفردات طبعا هنتكلم عن مفردات الجزء العلوي للملابس بيبقى فيه الأمام وفيه الخلف الأكمام الأساور اليقات اللي هي بنقول عليها الأكوال إبقى ده اللي هو المفردات الجزء العلوي في التصميم طبعا أي موديل أو أي بطرون هرسمه هيبقى فيه أمام وفيه خلف فيه ممكن يبقى فيه أكمام فيه أساور فيه آت فيه أكوال كل ده بيعتبروا من مواصفات التصميم أو من أجزاء مكونة له ثانيا مواصفات من حيث الشكل العام للتصميم يعني شكل التصميم الشكل العام للتصميم ما بقى شكله إيه أولا هنتكلم عن التصميم لازم قبل ما أعمل التصميم أو الموديل اللي قدامي لازم أعمل حاجة اسمها تحليل التصميم يعني بحلل الموديل بشوف الموديل بتاعي ده مكون من إيه أجزاءه إيه قبل ما إيه ما أعمل الموديل بتاعي وارسم له البطرون بتاعه يبقى أن تحليل أي تصميم من حيث الشكل العام من أهم المراحل التي تسهل عملية حساب قياسات كل جديد يعني أنا لو حللت الموديل هقدر أعمل حساباتي مظبوطة وطلع القياسات بتاعتي مظبوطة ليه بقى عشان أسهل عملية حساب قياسات كل جزء وكذلك عدد الأجزاء بعد معرفة المواصفات يعني لازم أحدد عدد الأجزاء بتاعة الموديل قبل إيه عشان أعرف مواصفات الموديل بتاعي إيه لأن أنا لو معرفتش أحدد أجزاء الموديل كده أنا مش هقدر أطلع الموديل بتاعي مظبوط أو إيه هتلعه زي إيه المنتج النهائي اللي هو بالمواصفات المطلوبة اللي عايزها العميد أول حاجة بقول إيه القصات المختلفة المرضات والفتحات المختلفة بأنواح يعني لازم أبص عن موديل كويس جدا أشوف الموديل ده في إيه في قصات يعني أنا لو بصيت للموديل القدامي ده هلاقي إن الموديل ده في قصة برينسيس ونازل بتوسيع من تحت وفي مراد كروازي وفي كولة وفي كم طويل ومحتوط له جبونة من تحت إيه جبونة ضنطيل يبقى أنا لازم أوصف الموديل كويس جدا يبقى أنا كده لما يجي هنا أشوف الموديل ده على وحسبت أجزائه وهقول إن الأمام فيه كم قطعة الأمام هنا هيترسم كامل بس فيه فيه قصة برينسيس يعني الأمام هنا بيبقى مقسومة على اتنين القصة البرينسيس والمراد الكروازي والكولة طبعا أي كولة فيها بطانة الكم طويل يعني الكم اتنين قطعة دايما أقول الكم اتنين قطعة ليه كم اتنين قطعة لأنني عندي كمين مش عندي كم واحد لما يجي بنفزه بنفز ايه كمين الغلطة اللي دايما بنقع فيها إن إحنا بنكتب ايه كم لأ أنا بكتب اتنين كم الكولة بكتب كولة زائد بطانة ده مهم قوي لو فيه اسورة بكتب اسورة زائد البطانة اتنين اسورة زائد اتنين بطانة لازم أكتب التفاصيل دي كويس جدا عشان ما أغلطش فيها وأنا بعمل تحليل المودين لابقى أنا لازم أكتب قطعة ايه كطعة المودين اللي قدامي مزبوطة لو أنا عندي قصات بكتب عدد القصات اللي موجودة في المودين لو أنا عندي كم بكتب اتنين كم لو عندي كولة بكتب ايه كولة زائد بطانة لو عندي اسورة بكتب اسورة زائد اتنين اسورة زائد اتنين ايه بطانة دي المواصفات بتاعة المودين وطريقة تحليل المودين ولو فيه زراير بقول الزراير دي كروازيه مرض بسيط ولا مرض كروازيه ولا مرض تركيب لازم أحدد برضو المرض وبحدد عدد الزرائر الموجودة في الموديل احتاج للموديل ده 6 زرائر 10 زرائر لازم ايه اكون محدد لو الموديل هيتركب فيه حلية برضو بحدد الحليات لو فيها ضنطيل رفاية ضنطيل عريض في قستك بكتب كل ده في تحليل الموديل لان ده بنقن عليه انا بنفذ الموديل بالمواصفات ان انا بحددها داخل الموديل هنكمل مع بعض هنتكلم بعد كده على التوسعات المختلفة وتشمل ايه طبعا برضو بحدد التوسعات لو عندي توسعات فيه كشكشة فيه كسرات فيه كلونة توسعات في الجناب قصات فالونات يعني انا لو بصنا هنا للموديل ده هلاقي الموديل ده فيه فيه توسعات بس مش معموله القصات واضحة يعني هو معموله توسيع ومعموله تشربات بحيث ان هو يبقى فيه توسيع من تحت اللي منقول عليها الفالونات يبقى انا لازم احدد الموديل بتاعي شكله ايه ايه هي مواصفاته وبالذات الكشكشة لان احنا بنتلغبت بين الكشكشة وبين الكسرات وبين الكلونة احنا والتوسعات وتوسعات الجنب والقصات فيه قصات بتبقى اللي هي زي القصات البرانسس وفيه قصات بتبقى ايه بعمله توسيع في الموديل من غير مقص والفالونات دي مهمة قوي ان انا اخد بالي من الجزء ده بعد كده عندي الاكمام باشكالها المختلفة من حيث الطول والاتساع وعدد الاجزاء يعني لازم احدد الاكمام بتاعتي يعني انا لو بسطها لوقت الكو هنا فيه فيه كوم عادي وبعدين فيه كشكشة زي واسورة يعني فيه جزئين granicas يعني هنا كم عندي مكون من جزئين جزء فيه كوم عادي وبعدين الجزء اللي فيه الكشكشة فيه تشربات من فوق من عند الكوع وبعدين نازل باسورة ضم الكوم يبقى هنا الكوم مكون من جزئين وعندي اسورة هنا بقول الاسورة وزائد بطانة يبقى انا ما اقول هنا الكم عندي كم قطعة يبقى اقول الكم كم قطعة اربع قطع والاسورة اتنين اسورة زائد بطانة طب الاسورة هنا عندي فيها فيها عراوي وزرائي يبقى اقول ان الاسورة فيها ايه اتنين عروة واثنين زرار يبقى كل اسورة فيها اتنين عروة واثنين زرار يبقى انا عندي في الاسورتين فيه اربع عراوي واربع زرائي الكم التاني هو كم قصير هتلاقي برضو فيه مفوش عراوي لكن فيه بريدة متركب له بريدة للزرائر ومعمول له كم زرار معمول له اربع زرائر ومعمول من تحت كورنيش صغير يبقى ان الكم عندي هو قطعة واحدة زائد كورنيش يبقى هو اتنين كم قصير واتنين كورنيش ومعمول له اربع بريدات يعني في الكمين هيبقى ست بريدات بيه تمن بريدات بيه بتمن زرائر يبقى لازم احلل الاجزاء بتاعتش كويس جدا قبل ما ايه قبل ما نفذ الموديل نيجي بقى لليئات اللي هي بنقول عليها الاكوال باشكالها المتنوع طبعا احنا عارفين الكل سبور كل تيير الكل شال عندي دي اللي موجودة اللي هي موجودة في البدل والجواكت الكل شال وكل تيير الموجود بقى في البلوزات بيبقى فيه كل عميس بسيط وفيه كل عميس مركب الكل بي بيه الكل اوفيسيه لازم اعرف الكولة عندي كام قطعة يعني الكولة منفصلة ولا متصلة الكولة المنفصلة يعني معنى كده ان الكولة دي اربع اجزاء اتنين زائد اتنين بطان لو كولة قطعة واحدة بتبقى كولة واحدة زائد بطان لو هنا بصينا هنا للموديل القدامي ده هلاقي الكولة معمولة ايه دورين فوق بعض بس ناحية بتبقى طويلة ليها بوز ونحية التانية قصيرة شوية شكل الكولة هنا مختلف يبقى انا لازم اخد بالي من الموديل القدامي علشان اعرف الكولة دي اركبها ازاي او انفذها ازاي وكمان هي كام قطعة قدامي يبقى انا لو قلت الموديل دوت هقول ان الكولة كام قطعة هقول اتنين قطعة زائد اتنين بطان يبقى الكولة بتاعت الشركة القدامي ده اتنين قطعة زائد اتنين ايه بطان نكمل نيجي بقى للجيوب بقى نوحها واشكالها المختلفة طبعا الجيوب تي حسب ما انا بحطها في المنتج ممكن يبقى جيب لصق ممكن يبقى جيب سحاري ممكن يبقى جيب شق ممكن يبقى جيب زي جيب البنطلون جيب بالجم يبقى لازم احدد الموديل بتاعي الجيوب اللي فيه شكلها ايه ده مهم قوي هنتكلم بقى عن المقاسات هنتكلم عن المقاسات بالتفصيل يقصد بها ايه يقصد بها النمر القياسية التي تقوم على اساسها الانتاج وفق مقاسات طولية وعرضية للاجسام متفق عليها بين جميع المصانع وتبقى لمقاسات التوحيد القياسي يبقى انا هنا بشتغل على الجدول التوحيد القياسي اللي احنا قلنا عليه اللي هو بتاع سواء للاطفال او للسيدات او ايه او للرجال انا باخد منه المقاسات اللي بشتغل عليه لان بيختلف مقاس من مقاس لمقاس تاني طب بيختلف ازاي بقى منقول بقى التعرف على انواع مقاسات الطولية والعرضية هام جدا من الدراسة وتنفيذ المقاسات حيث تعد العناصر السياف في تقدير كمية القماش للمنتج يعني انا كل مقاس بيختلف في كمية القماش اللي هياخده فلازم احدد المقاسات اللي هشتغل عليها علشان اقدر احدد كمية القماش اللي انا هشتريها لانه بيختلف الطول بيختلف العرض من مقاس لمقاس احنا بنقول هنا وكمان هنا المقاسات الصغيرة بتحتاج في تنفيذة الى كميات اقل من ايه من القياسات الكبيرة يعني انا لو الحجم عندي صغير ازاي ما يكون الحجم عندي كبير يبقى المقاسات بتختلف حسب ايه حسب الحجوم وفي نفس الوقت بتختلف حسب ايه كمية القماش اللي انا هستغلق بنقول هنا المقاسات الصغيرة تحتاج في تنفيذة الى كميات أقل من القياسات الكبيرة التي تحتاجها أو تستهلك كميات من الأقمشة والخامات المساعدة مما يؤدي إلى زيادة التكلفة الصناعية يبقى لازم أكون حاسب الخامات كويس جدا سواء خامات أسية أو خامات مساعدة علشان أن أنا ما بقاش فيه زيادة في التكلفة الصناعية علي وأقولي أنا برضو قياسات الملابس بتتوقف على قياسات الجسم بالإضافة إلى كمية الراحة المضافة إلى التصميم. لازم أنا بضيف وأنا برسم البترون بعد ما بجي أعمل التعشيء بعمل حاجة اسمها مسافات خياطة يعني إيه مسافات خياطة؟ يعني أنا ما بعملش الموديل كما هو أنا برسمه على البترون. لا أنا بسيب مسافات خياطة. مسافات الخياطة دي ليه إن أنا بخيط الموديل. بعمل هركب عن هركب السورة. كل ده أنا لازم أكون عارف بسيب مسافات الخياطة دي. عشان مسافات الخياطة دي لو أنا جيت خياط على المقاسات اللي أنا حطها في المقاس بتاعي هيزر. يبقى أنا براعي وأنا بعشق الموديل إن أنا بسيب مسافات خياطة حسب الكواعد اللي إحنا ناخدها بعد كده. يعني عندي دايما الجناب بسيب 2 سنتي أو من 1 ل 2 سنتي. لكن عندي في الدورانات والحرادات بسيب نص سنتي. لو أنا هركب في الكم آآ اسورة غير لما يكون هتني لو هركب في الاسورة هتركب له اسورة بسيب نص سنتي. لكن لو أنا هتني بسيب في التانيات من 2 سنتي لأربعة سنتي حسب الموديل اللي قدام. يبقى أنا هنا كده براعي المسافات دي بحيس إن أنا أراعيها في الكواسات اللي أنا بحطها في الموديل. نلجح نكمل مع بعضينا. بقول هنا وقياسات الملابس بتتوقف على إيه؟ قياسات الجسم بالإضافة إلى كمية الراحة المضافة إلى التصميم ليعطي الراحة عند الاستعمال. تختلف كمية القماش باختلاف المقاسات. يعني مقاس 32 يأخذ كمية قماش أقل من مقاس 42 هكذا. يعني لو أنا عندي مقاس 32 هلاقيه بياخد كمية قماش أقل. لكن مقاس 42 هاياخد كمية قماش أكتر. رغم إنه هو نفس الموديل ونفس المواصفات. لكن أنا عندي إيه؟ الأطوال هنا والمقاسات هنا اختلفت من مقاس لمقاسة. عشان كده لازم أحدد المقاسات كواس جدا قبل ما أشتغل إيه عليها. هناخد بقى تمرين متنوعة على حساب كمية القماش والخامات المساعدة. يعني هاخد بعض الموديلات إزاي أحسب لكل موديل الخامات الأسسية والخامات المساعدة دي. تعالوا نشوف أول كده تمرين. الموديل اللي قدامي هنا بيقول أرادة مصنع انتاج عدد 80 فستان طفلة سن خمس سنوات. يعني هو هنا حدد لي عدد الفستين. حدد لي السن اللي هشتغل عليه. يبقى أنا حدد لي إيه حدد لي عدد الفستين. حدد لي السن اللي هشتغل عليه. طيب من قماش التيل عرض 90 سم. كمان حدد لي القماش اللي أنا هشتغل عليه وقال لي إنه هو عرضه كام 90 سم. يبقى أنا وضح لي كل حاجة وضح لي العدد اللي هو عايزه. وضح لي السن اللي هشتغل عليه اللي أنا هطلعه من جدول المقاسات. قال لي القماش اللي أنا هعمله من التيل وعرضه 90 سم. طب المطلوب يبقى قال لي هنا بيحتاج الفستان متر وربع من القماش يعني هو كل فستان بياخد متر وربع قماش كل فستان بيحتاج الى 75 سنت من الضنطيل عرض 2 سنت قال لي كمان ان الضنطيل هنا والفستان الواحد بياخده 75 سنت وعرضه 2 سنت كل فستان بيحتاج الى 2 متر ضنطيل عرض 2 سنت للكرنيش والديل يعني هنا محتاج 2 متر ضنطيل برضو عرض 2 سنت للكرنيش والديل يحتاج كل فستان الى 6 ازرار صغيرة طبعا لان في الخلف فيه زرائل يحتاج كل 4 فستان بكرة خيط واحدة يعني كل 4 فستان بياخده بكرة خيط واحدة يحتاج كل فستان متر وربع من شريط الستان كل فستان بياخد قده بياخد متر وربع من شريط الايه الستان المطلوب بقى المطلوب حساب كمية القماش والخامات المساعدة المطلوبة للكمية يبقى ما هو عايز يحسب كمية القماش اللازمة للكمية دي هاجي هنا هعمل ايه هعمل حاجة اسمها هامش كده في الكشكول بتاعي وانا بحالي هكتب فيه الايه البيانات بتاعتي اللي هي المعطيات اللي هو مدهاني عشان اقدر احل المسألة فكتبت المعطيات كده على ايدي الشمال وببدأ اشوف هو طالب ايه في الجزء اللي انا هبدأ احل هو طالب كمية القماش للايه للكمية وكمية شريط الدنطيل وكمية الدنطيل للحرف وكمية الازرار وكمية شريط الستان وكمية الخيط يبعا انا هطلع كل ده من المعطيات اللي هو مدهاني تعالى نشوف واحد واحد كده هو قالي ان الفستان الواحد بياخد متر وربع يبعا انا هقول كمية القماش المطلوبة للكمية كلها يبقى 80 فستان انا عندي كمية كلها 80 فستان والفستان الواحد بياخد متر وربع يبقى هقول متر وربع في 80 هيطلع لي الكمية كمية القماش المطلوبة شرعها يبقى أنا هشتري كمية القماش المطلوبة شرعها كان 100 متر يبقى أنا عرفت كده أن أنا عشان أعمل 80 فستين هحتاج 100 متر قماش بعد كده أجيب كمية كمية شريط الدنطين هو قال إن الفستين الواحد بياخد كان بياخد 75 من 100 والكمية الفستين اللي عندي كان 80 فستين يبقى أنا هقول 75 من 100 في 80 يبقى أنا بقول الفستين الواحد بياخد 75% وروح دربه في عدد الفستين هيطلع لي كمية شريط الدنطين اللي أنا هحتاجه لي الكمية كلها بعد كده عندي كمية الدنطين للحرف هو قال إن الفستين الواحد بياخد 2 متر الفستين الواحد بياخد ايه بياخد 2 متر وانا عندي كان فستين 80 فستين يبقى هقول 2 متر في 80 هيطلع لي 160 ايه متر يبقى أنا كده حسبت كمية الواحد اللي لازم لكمية كمية شريط الدنطين اللي لازمة لكمية كمية الدنطين اللي لازم لكمية نكمل ننجي بقى الكمية الأزرار هو قال لي إن كل فستين بياخد كم بياخد 80 بياخد 6 زرار يبقى 80 هياخده كم يبقى هقول 80 في 6 يبقى هيديني كم ايه 480 زرار كمية شريط الستين هو عايز شريط الستين اللازم لي ايه لي الكمية هو قال لي إن الفستين الواحد بياخد متر وربع يبقى 80 بياخده كم يبقى هقول متر وربع فيه 80 بتساوي ايه 100 متر كمية الخيط بقى هو قال لي إن كل 4 فستين بياخده بياخده بكرة خيط واحد كل 4 فستين بياخده بكرة خيط واحد يبقى التمانين هياخده لو عملتها مقص يبقى هقول 80 على الاربع فيه ايه فيه واحد يبقى أنا هقسم التمانين على الاربع هيطلع لي 20 بقرة يبقى أنا هنا حسبتها ايه 20 بقرة إنه قال لي كل 4 فستين بياخده بكرة خيط واحد بقى التمانين بياخده بهاقس من 80 على الاربعة وبعدين أضربهم في واحد هيطلع لي 20 بقرة كده إحنا خلصنا التمرين الأولاني أتمنى إنه تكون النقطة دي باتحت ليكم وعرفنا نحل هناخد التمرين تاني عشان نطبق عليه برضو اللي إحنا أخذناه طلب طلبت أحد إحدى المحلات من مصنع ملابس جاهزة تصنيع عدد 240 فستين كده إحنا دخلنا في إيه في إيه تارجة أعلى يعني هنا طلب اللي فات كان طالب 80 فستين المرة دي طالب 240 فستين كان تصميم الموضح سن من 3 إلى 4 سنين هو قال لي هنا إيه من 3 إلى 4 سنين يعني دايلي مرحلتين نيه السنوات ما دانيش مرحلة واحدة بالمواصفات القتية قال لي كل فستين بيحتاج إلى متر وربع قماش سادة كل فستين بيحتاج إلى إيه إلى 4 أزرار يبقى هنا ما موضح لي إيه موضح لي هنا إن الفستين الواحد بياخد متر وربع متر ونص من القماش السادة كل فستين بيحتاج إلى 4 أزرار نكمل كل فستين بيحتاج حزام يبقى هنا فيه حزام في كل فستين كل 10 فستين بتحتاج بقرة تطريز لتطريز البتش يبقى كل 10 فستين بتحتاج بقرة إيه تطريز لتطريز البتش كل 5 فستين بتحتاج بقرة خيط حياك كل 5 فستين بتاخد بقرة خيط حياك المطلوب حساب كمية القماش والخامات المساعدة المطلوبة لكمية يبقى انا عايز ايه برضو حساب كمية القماش والخيمات المساعدة تعال نشوف الخطوات هنمشي ازاي طبعا انا بساهل على نفسي بكتب المعطيات في قلب الكراسة عندي وبعدين اشوف ايه من المعطيات ايه المطلوب مني عشان اقدر احل المسألة طبعا بلاقي المطلوب مني كمية القماش كمية الاحزمة كمية الزراير كمية خيط التطريز كمية خيط الحيج نشوف بقى نمشي خطوة خطوة كده اول حاجة كمية القماش للكمية كمية القماش للكمية يعني انا عندي الفستان الواحد بياخد متر ونص يبقى المتين واربعين هياخدوا ايه يبقى انا هياخد المية الكمية القماش اللازمة للفستان الواحد واضربها في الكمية الفستان المطلوب يبقى هقول 140 في متر ونص القماش هيطلع لي 360 متر يبقى دي كمية القماش اللي انا هشتريها عشان اعمل الـ 240 فستان كمية الاحزمة احنا قلنا كل فستان ليه حزام واحد بس يبقى وانا عندي كم فستان عندي 240 يبقى 240 في واحد هتلع لي 240 حزام يبقى كده انا جبت ايه هشتري 240 حزام نيء الكمية كلها بعد كده عندي كمية الزراير انا كل فستان عندي بياخد 4 زراير يبقى الـ 240 هياخدوا قد ايه يبقى انا هضرب 240 في الـ 4 زراير هيطلع لي 960 ايه زرار هنا بقى هو عايز حسيبهم بالدستة يعني ايه بالدستة يعني انا طبعا هشتري 960 زرار هاعود عدهم لا انا هاخد ايه هجيب قد ايه كم دستة عشان ايه اجيب الزراير دي فانا بقول ايه بقول ان كمية الازرار بالدستة احنا عندنا الدستة بـ 12 عدد الزراير فيها 12 يبقى الدستة يبقى انا هقسم العدد الزراير دي على الدستة الوحدة هيطلع لي عدد الدستة اللي انا عشتريها يبقى انا ازاي احسب الحاجة بالدستة يعني الدستة عندي فيها 12 يبقى هقسم عدد الزراير عندي على الدستة الوحدة هيطلع لي 80 دستة كده انا عرفت ازاي احسب الدستة ازاي اجيب الدستة بتاعتي كمية خيط التطريز هو قال لي ان كل 10 فستين بتاقد بكرت خيط واحدة للتطريز يبقى المتين واربعين هياخدوا قد ايه بقى انا هقول المتين واربعين وقسمهم على عشرة هيطلع لي 24 ايه بكر كمية خيط الحياكة برضو نفس الحاجة قالك كل خمس فستين بياخدوا بكرت خيط واحدة يبقى المتين واربعين بياخده قد ايه يبقى انا هياخد المتين واربعين واسمهم على خمسة هيطلع لي عدد البكر اللي انا هاشتريه لتنفيذ الكمية كلها دي خطوات حل المسألتين هناخد تمرين تالت عشان نعرف برضو اختلاف من كل حاجة المسألة اللي فاتت دي اخدنا فيها ازاي احسب دسة الزراير يبقى انا كل المسألة فيها فكرة نازم اخد الفكرة اللي فيها واعرفها كويس جدا عشان ممكن يكون المسائل الجيلة بعد كده يكون فيها افكار كتيرة من نفس المسائل اللي احنا حلناها هنرجع مع بعض ناخد تمرين رقم تلاتة بيقول لي هنا ايه بقى؟ بيقول لي ارادة مصنع الدخول في مناقصة المصنع ده هيدخل ايه؟ هيدخل مناقصة لتوريد عدد خمسمية مريال الطفل هو هيعمل ايه؟ هيعمل خمسمية مريال الطفل في مرحلة الحضان يعني هو عايز يعمل خمسمية مريال الطفل للاطفال بتوع الحضان بالمواصفات الاتية الامام بيحتاج الى بج مطرس باسم المدرسة مسبت على الجيب العلو يبقى هنا هو اول حاجة تقالي انه هو هيعمل بج باسم المدرسة مسبت على الجيب العلو الخلف المرض مسبت بست أزرار وتكفي بكرة كبيرة لحياكة خمس مرائل يعني كل مريالة كل خمس مرائل بتاخد بكرة خيط واحدة المطلوب حساب كمية الخامات المساعدة اللازمة كلها مع حساب كمية الأزرار بالدست يوا هنا عايز أحسب إيه؟ أحسب الخامات المساعدة بس ما قال ليش أحسب الخامات الأسية يبقى أنا مش عايز كمية أميش هو عايز يحسب الخامات المساعدة اللي أنا أستخدمها في عمل إيه؟ في عمل البتش تعالوا مشوف أحسبها إزاي طبعا هنا بشوف المعطيات بتاعتي بشوف مطلوب مني إيه برضو هنا بيقول لي كمية الزرائر كمية خيط التطريز اللازمة كمية خيط الحياكة اللازمة خلي بالنا أن هنا طلب مني أحسب الخامات المساعدة فقط ما طلبش مني أحسب أي الخامات الأسية بتاعت إيه؟ بتاعت الموديل أنا هو مش مديهي أول حاجة بيقول لي كمية الزرائر إحنا قلنا إن كل مريالة بتاخد 6 زرائر وأنا عندي 500 مريالة يبقى 600 في 500 6 في 500 هيطلع لي كمية الزرائر وإحنا قلنا إن إحنا لما بيبقى عندي كمية كبيرة من الزرائر بحولها لدستة يبقى أنا هيخد 3000 زرار وهيسمهم على 12 عشان قلنا الدستة فيها 12 هيساوي 250 دستة يبقى المصنع ده هيشتري 250 دستة عشان يعمل 500 مريالة كمية خيط كمية خيط التطريز 500 على إحنا قلنا إن كل مريالة بتاخد 10 زرائر فهنا هقسم 500 على 10 عديني 50 بقر طب كمية خيط الحياكة اللازمة هنا عندي 500 برضو كل 5 مريال بتاخد بقرة خيط واحدة يبقى 500 على 5 هيديني 100 بقرة يبقى أنا كده في المسألة دي حسبت إيه؟ حسبت الخمات المساعدة فقط يبقى إحنا المسألة الأولانية اللي إحنا أخدناها قال لي احسب إيه؟ احسب الخمات الأسسية والخمات المساعدة في المسألة التانية زود لي عدد الطلبات عندي وقال لي إن أنا هحسب إيه؟ هحسب الخمات الأسسية والخمات المساعدة بس احسب الزرائر بالدستر في المسألة التالتة اداني ان انا احسب ايه احسب الخامات المساعدة فقط في المريالة اللي هو طالبها طيب اخر تمرين هناخده اللي هو تمرين ده الاراضة مصنع ان يانتك 60 فستان سن 3 سنوات من قماش قطن يعني هو اداني الكمية والداني السن اللي اشتغل عليه بالمواصفات الادية يحتاج الى 2 متر من الركامة لعمل كرانيش في القصة والجيوب كما يحتاج كل فستان الى 6 زرائر صغيرة وكل 3 فستين الى بكرتخيط طبعا هنا برضو نفس المسألة اللي فاتت قال لي احسبي احسب الخامات المساعدة نفس الموضوع اللي بعمله بحط هنا في الهامش بكتب المطلوب مني كمية الركامة كمية الزرائر كمية الخيط هنا بيقول لي ان الفستان الواحد كان بياخد 2 متر من الركامة يبقى ال 60 فستان هياخده قد ايه يبقى اقول 2 في 60 عاديني 120 متر كمية الزرائر كمية الزرائر 60 في 6 بيساوي 360 كل فستان بياخد 6 زرائر كمية القماش هنا كمية الخيط قال لي ان كل 3 فستان بياخدوا بكرتخيط واحدة يبقى انا هقول ان هنا 60 فستان على 3 هيديني 20 بقر يبقى انا هنا حسبت كمية الركامة كمية الزرائر كمية الخيط المطلوبة يبقى انا هنا يبقى انا هنا حسبت ايه حسبت الخامات الايه المساعدة يبقى النهاردة اخدنا تعريف المؤيسة اخدنا تحليل الموديل موظفات الموديل ايه هي القسس اللي انا لازم اتباحها عند عمل المؤيسة وحسب التكاليف اخدنا بعض مسائل على الدخورة ايه